هذا القصة يقص علي واحد من أهل الهفات الفروت الذين يدون أخطوطه من أولا وكانوا ينقلون البضايع للناس يشيرون حمول يمه غنم يمه نخل يمه بضايع يودونه من منطقه يقول يوم من الأيام والمعاون حقي جايين مودين حمل والجو برد وصخم مع معاون معي بعدين وصلنا الدير حقتنا وصلنا بعد المغرب يقول قلت للمعاون رح ارتاح ولما الله سبحانه وتعالى بيجيب لنا إن شاء الله طلب ثاني أبلغك يقولنا دخلت البيت وسلمت على عيالي وجلست عندهم ما دريت بعد شوي إلا يطق الباب رحت وفتحت الباب لقيته حدا جماعتي شاف الموتر حقي عند الباب عرف إني واصل توجيه سلم وقال لي عندنا ذلك حمل نبيه للرياض عندنا ثورين أكبر نبيك تحملهن وتوديهن الرياض مستعجل قلت له أنا حين توي جاي وتعبان أبلي يومين ثلاثة يام ارتاح لمدة غايبين عن أهلي وبعدين بشرب الخير قال غجال مستعجل عليهم والعريق يبن أعطيك إياه دبل اللي تأخذه يبن أعطيك إياه دبل قال الله يوم شفت الدبل استهواني المبلغ أني بصيلي دبل وافقت قلت له أجل خلاص صار الفجر إن شاء الله أجيك إلى المزرعة وتكون مجاهزينهن وتحملونهن صليت الفجر ورحت لأموب المزرعة ولقيته جايبي من جماعته ودفوهن وركبوهن أهلا الثلاثين دولي ما لنصدوق حق السيارة وعموتري عليه هنقلين يقول بعد ما حملوهن توكلت على الله المشي ردي لأن دولي واقفاته مشكلة تيران ولا أقدر أسرع ثاني يطيحن يكسرني الهنقلين ولا يجيهن شيء والرجال محرصا عليهم يقول المشي من ستين إلى خمسين الأرض الصحراء ترابية وبعض مرات رملية وحصيان وهذه الطريقة يقول ما قبلت على هذا الشعيب وطلاحن زينه انتبه ارتاح بذاء حول الظهر ودولي هذه الطلحة السبيلة التي تغطي الموتر ودخلت حتى غصونة تدودر كلها بوسط الصندوق ماري كيف نتيران يبدأ نياتهم نرطصون حتى تطلحه يجب الله لهن فزق والله عبي الطشت يقول الماء العطانية والرجال لهن وحط لهن ماء يقول دخلتنا الغمارة يتغذينا أغمضلي شوي عادين أنشط إلينا الظهر وقم صلي وسوي لي غداء تغطيت ببطنية ثميعي والفروة والجو بارد يقول السيارة تهتزق المرجيحة مع حركتهم هالثيران تقل المرجيحة تهز يقول عيوني مغامضة لكن المخ مفتح بعد شوي يقول سمعت حفيف وسمعت نفخ ونفيخ وطقطقه بالصندوق قلت هنويش القصة ممكن يكون سيارة جد ثانية يقول أنا حوت من الموتر ومنظرت كذيب هامة يبيهن لا قرب من الموتر وانفخن عليه وطقطقه برجليهن بالصندوق ومن تراجعه يقول أنا معي البرود دائم حطه ورا المرتبة برحلاتي دائم لاني ألقى غزة ألقى أرانب ألقى حباري ألقى طيور دائم أكلنا ما ناخذ الحمه علىها خصيته وطلعت ألقى ألقى من خلف المرتبة وجهته للذيب يوم تراجع يقول اطلقت عليه طلقه لكن ما صابته وراح عجعج الشعيب اللي حنا فيه يقول باطلاه اللي يحيط كلها جيلان من حصا يقول رقع فوق هكالجال وقاعد عاوي أنا عرفت النذيب اللي بدأ عاوي إنه يستنجد بجماعته وشافوا هالصيدة هالسبيلة في هالتيران قالوا قاعدين حصلنا على واحد منهم يمكننا بعدي يقول أنا يوم بدأ عاوي دخلنا الخوف دخلت بالغمارة يقول حطيت البرو سنته على الرفرة من الخارج كتابي تكون جاهزة لا رجعا الذيابة يقول ما هزت ثيران طاحت البرود بالأرض وكثر هزت ثيران وشخيرهم عرفت إنه الذيابة مقبلات عليهم يقول حولت من الموتر وسحبت البرود لقيتها طاحتهم بالأرض وجيت أفهجه أفهجه لكي أضعها أفهجه لكي أفهج السست لشكله منطلزة لا تفتح البرود أحاول أفتحه أجزته أفهجه وكي أفهجه وكي أفهجه أفهجه يقول الله سبحانه وتعالى ألهما للشيء فتحته كبوت ومرا قلب السلاك البواعجي يوم قلب السلاك البواعجي وشغل الموتر ويبدأ الموتر يثور صحيح متواصل ليس مثل البرود طعطع المتواصلة الله بذي يمسكنا الجلد بحسبنا نطلق علينا الناطق ويمسكنا الجلد وتعدنا الجالة اللي أنا قدامي ويختفن عنه الحمد لله والشكر على هالفكرة هالي جيتم فضل من الله سبحانه وتعالى ألهمان إياه يقول الأتيران من كثرة الرمي ومرمي صاب هنا الروعة بعد واحدة منهم طاح على الهنقليم من جهته ونشب قرنه وكسر الهنقليم من الجهة حقته وطلع الهنقليم براء الصندوق والقرن حقه نشبه والله مشكلة الحين هذه مشكلة ثانية هذا الديابة أسهل من هذه الطريقة لا يسر لاحن لو يطيح بالأرض وش بيرزيها لا حوله ولا قوته إلا بالله ننظر يعني بصراحة يجعل الواحد يفقد يعني تفكيره وش يسوي ما ش يسوي ما بطريق يبيلونش عشان دا يعدله حنطاحوا على الهنقليم وقارنه هنا وكسر مسامير الأهنقليم من الجهة حقه صار مربوطا مع الجهة واحدة بس يقول مادريت بعد شوي اليوم نزل من الجهال راعي بعارين يجي معه المجموع من البعارين ونزل للشعيب البعارين بدأت تاكل من الطلاح وهو جاء يركض على رحوله لمي ركب الرحوله جاء لمي سلام عليكم السلام يا رجل ما سمعت اللي يرمي وش هالطلقات اللي سمعناها نتعلمكم اش هالطلقات بس هالمنظر اللي نتشوفها وش هال لنبوه يقول شباب متعافي من هال البادية ما كان عندهم رعاه أول كانوا هال البادية هم عيال البادية هم ان شاء الله اللي يسرحون بحلالهم قال ان شاء الله بصير خير ان شاء الله هذا الثور اللي طايحن على الهنقرين وكاسره وقرنه نشب يقول معي قلت له قلت له قال عطني يوم يقول وعطيها الحبل ونربط الثور مع النص ونربط حرور قبته ويضعه بالرحول ومشي الرحول مع الجهة الثانية و لو تسحب الرحول ويطلع قرنه من الهنقرين ويقف الحمد لله وشكرا وقف حين الثور هذه نحلة نصف المشكلة طيب يقول الهنقرين طلع عن مكانه اللي يجب أن نرجعه لكي نرى حل يوم نربطه ويوم نرى حل الطريقة يقول نفس الحبل ربطناه ونقضيه مع عدة جهات وحبته الرحول إلى أن رجع المكانه الأول يقول معنا معي حبال ثاني وربطناه بمكانه إلى أن شديناه مضبوط بمكانه يوم قضينا ورحمة الله وشكرته على هذه النعمة أنها تسهلت قال الرجال اقضت معنا حين بتضغاب الشمس حين ما أقدر يعني أمشي بالليل وهالثيران وازفة وذا حالتي حالة قال اقضت معنا الرجال ليلة ومرح عندنا والصبح إن شاء الله تسهل والله أنا وافقت على طلب الرجال قال وراي بيوتنا قداما قليلا يقول مشيت وراه وصلنا بيوتهم ورحب الرجال وشب ضوه وجاوب وجاوب وسووا الكهوة وتقه وسلفنا لعلومة الغانمة ويسألونا عن مشاويرنا ومشاويرنا ما تعشينا بعد الخير يقول رحت وقلت بنام بسيارة حقتي دخلت بالغمارة مثل عادة تغطيت ببطنيتي تغطيت بالفروزود الثيران بالليلة جدا لا يحرك ولا شيء وادس فات لا يحرك ولا شيء فارتحت بالنومة يقول يوم قمت أذن الشاي بالفجر وقمت نظرت الثيران وثرت الثيران مربطة هذه نعمة كبيرة من الله على الحين جاءت فرصة مخي فكرة ثانية يقول ما شاء الله عليه رأي هالفر رأي تفكير يقول مخي فكرة ثانية تريحا أني لو سويتها أني أول شيء تزيد سرعتي بهالطريق وارتاح لأنه لا يتعرض لهم شيء يقول أنا معي الواح حقا التغريز أضعهم قدام بالصندوق أخر صندوق لما أرغى مهرة يقول أخذت لوحين يوم شفتهم ربطات ودخلهم مع الهنقلين منا ومنا وأضعوا واحد فوقه رقب واحد والثاني وأضعوا نهاية الظهر بل اثنين يعني نهاية الظهر بل اثنين اللوح يغطي الاثنين ومنا يغطي رقب والثاني يعني إذا جايب يقوم ما يقدر يقوم بعد الدعاء الخشب يقول ما ارتاح واستانس يوم سويت الطريق يذي والله والتجاوى عندهم ويجبون ما كتب الله من الفطور ونفطر وأتوكى على الله الآن سيدة أمشي ممكن أمشي ثمانين أمشي مئة عادي لأنه مربضات ما يترن على الموت أن يقلبونه ولا شيء يقول وصلت الرياض وعلى عنوان الرجال اللي يعطني ياهو أول مزرعته بول الرياض توجهت لمه لقيت الرجال قال بركة أخرت أنت معاذك أمس أنك تجي لم منه حلمت بالسالف وقدر ظروفي ونزلت الثيران وأكرمنا الرجال وقدرا يقول وأمرحت عندها كالليلة بعد ومن مكرى توكى على الله الفجر لهذه يقول هذه من القصص العجيبة اللي حين لا يمكن أنساه